حلوة الاحلام او الحلوة المنكزة بتلت مكونات فقط بتتعمل في الخلاط بدون ما نستخدم البوتاجاز وكمان بدون ما نستخدم الفرن طعمها حلوة جدا حلويات بتضوب في البق طعمها لذيذ جدا تحسوا انتوا بتاكلوها ان انتوا فعلا في دنيا الاحلام اتمنى تجربوها بطريقتي وان شاء الله تعجبكم وما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة اول حاجة هنجيب الخلاط ونحط في الخلاط ده كبايتين من الحليب الكباية دي 200 ملي يعني كمية الحليب كلها 400 ملي والحليب يكون يدوب دافي يعني مش سخن لأ يدوب دافي وهنضيف على الحليب كيس من العصير ده العصير ده تان كأنناس وممكن كمان تستخدموا اي نكهة تانية واخر اضافة خالص معلقتين كبار ممسوحين من الجيلاتين البودر ويفضل ان الجيلاتين يكون نوعه كويس هناخد الحاجات دي ونخلطها بالخلاط لمدة دقيقتين كاملين اهم حاجة في الوصفة دي اننا نخلط الخليط ده كويس جدا الخليط ده بنخلطه شوية في الخلاط بيتقل شوية بيكون اتقل من اللبن شوية هنفضل نضرب في الحليب يعني حوالي ديقتين لحد ما الحليب يتكون على وشه رغوة بالشكل ده بعد كده نفضل الخليط ده في صانية اي صانية ممكن صانية زي دي ممكن طاجن فخار وممكن كسات وممكن كبيات وندخل الخليط ده في التلاجة لمدة ساعتين كاملين ولو مستعجلين يبقى في الفريزر لمدة ساعة لربع كده بعد ساعتين بعد ما خرجتم التلاجة تماسك زي المهلبية بالزبط شايفين متماسك جدا ازاي وطعمه جميل جدا انا واسقة ان انتو لو جربتوا الوصفة دي هتعملوا الحلويات دي دايما اتمنى الوصفة تعجبكم وتجربوها بطريقتي بالهنة والشفة مقدما وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته